مرحبا بكم في درس جمع وطرح الأعداد السالبة سنبدأ بسؤال ما هو العدد السالب دعوني الآن أرسم خط الأعداد يبدو متعرجا ولكن تعرفون أنه خط ونحن معتدون على الأعداد الموجبة فنبدأ من الصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة ويمكنك الاستمرار بهذا الشكل لنسأل ما هو اثنان زائد اثنان إذا رسمنا خط الأعداد من اثنان وتحركنا خطوتان إلى اليمين فنصل إلى الأربعة في حين لو سألنا ما هو ثلاثة ناقص اثنان أيضا نبدأ من الثلاثة ولكن هنا نتحرك خطوتان إلى اليسار كوننا نطرح إذن اثنان زائد اثنان يساوي أربعة بينما ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد لكن لنسأل ما نتيجة واحد ناقص ثلاثة على سبيل المثال نفس الشيء نبدأ من الواحد وهنا نريد أن نتحرك ثلاث خطوات إلى اليسار كوننا نطرح إذن نضع الأعداد سالب واحد سالب اثنان سالب ثلاثة وهكذا إذن نبدأ من الواحد نتحرك ثلاث خطوات إلى اليسار كوننا نطرح واحد اثنان ثلاثة إذن واحد ناقص ثلاثة يساوي سالب اثنان وربما هذا شيء تعرفه في حياتك اليومية فلو أنك تعلم بأن درجة الحرارة اليوم باردة درجة مئوية واحدة وغدا ستكون أبرد بثلاث درجات إذن ستعلن بديهيا بأن درجة الحرارة ستكون سالب اثنان درجة مئوية هذا ما يعنيه العدد السالب وقد يكون العدد السالب كبيرا مثلا سالب خمسين هو أشد برودة من سالب عشرين صحيح؟ سالب خمسين في الحقيقة هو أصغر من سالب عشرين لأنه أبعد من جهة اليسار على خط الأعداد وهذا ما نشعر به بديهيا الخمسين حقيقة أكبر من العشرين ولكن في حالة السالب سالب خمسين أقل من سالب عشرين الآن لنرى مسألة أخرى وأعتقد أنني سأواصل استخدام خط الأعداد لأنه مفيد ما رأيك بخمسة ناقص اثنى عشر ربما تخمنون ما يساوي ذلك ولكن لنستخدم خط الأعداد لنريكم كيف يمكن أن نحل هذه المسألة إذن هنا ينتهي خط الأعداد لنبدأ بالأعداد السالبة مثلا سالب عشرة سالب تسعة سالب ثمانية سالب سبعة سالب ستة سالب خمسة أخشاء الله يكفي الخطوة لكن لنكمل سالب أربعة سالب ثلاث سالب اثنان سالب واحد أكمله معي صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة وسأكتب الخمسة هنا وأمض الخط الآن ما هو خمسة ناقص اثنى عشر لو بدأنا عند الخمسة وسنتحرك اثنان عشر خطوة إلى اليسار لأننا نطرح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنان اثنان إذن سالب سبعة إذن ناتج طرح خمسة ناقص اثنان عشر هو سالب سبعة وهذا مثير حقا لأننا نعتدنا على أن اثنان عشر ناقص خمسة هو سبعة وأريدكم أن تفكروا قليلا لماذا حدث ذلك لماذا يصبح الفرق بين اثنان عشر وخمسة هو سبعة والفرق بين خمسة واثنان عشر هو أيضا سبعة أعتقد أنه صحيح في الحالتين فإن الفرق بين خمسة واثنان عشر هو سالب سبعة ورغم أن العددان يبعدان كل البعد عن بعضهما على خط الأداد إلا أن الفرق أو قلنا توان بأن خمسة ناقص اثنان عشر هو ناقص سبعة أو سالب سبعة لنقوم بمسألة ما هو ناقص أو سالب ثلاثة زائد خمسة هنا دعوني أستخدم خط الأعداد باللون الأصفر لنبدأ عنده سالب ثلاثة ونتحرك خمس خطوات إلى اليمين كوننا نجمع فنصل إلى اثنان إذن الجواب هو اثنان إذن لدينا سالب ثلاثة زائد خمسة هو اثنان وهذا ممكن لأن خمسة ناقص ثلاثة أيضا يساوي اثنان حسنا قد تبين أن خمسة ناقص ثلاثة هو نفس الشيء أو طريقة أخرى لكتابة خمسة زائد سالب ثلاثة أو سالب ثلاثة سائد خمسة إجمالا الطريقة السهلة للتعامل مع الأعداد السالبة هو كما نتعامل تماما مع الجمع والطرح العاديين لكن الآن عندما نطرح يجب أن نتجه إلى جهة اليسار تحت الصفر على خط الأعداد لنقم بمسألة أخرى ماذا يحدث لو كان لدينا لنقل اثنان ناقص ثلاثة يجب أن نعرف كيف تعمل هنا الإشارات السالبة تلغي بعضها فتصبح هذه المسألة تساوي اثنان زائد زائد ثلاثة ويساوي خمسة بطريقة أخرى يمكن أن نقول لنقم بمسألة أخرى مثلا السالب السبعة ناقص ناقص اثنان أو ناقص سالب اثنان وهو نفسه سالب سبعة زائد اثنان كون أن الإشارات السالبة تلغي بعضها أو الإشارتان السالبتان تلغي عن بعضهما إذن لدينا هنا سالب سبعة ونتحرك خطوطا إلى اليمين لنصل إلى سالب خمسة إذن هذا منطقي لأنه نفسه ناقص اثنان ناقص سبعة أي نتحرك سبعة خطوطا إلى اليسار من الاثنان ويعطينا نفس الناتج وهو سالب خمسة لنقم بمسائل أخرى لأنه ربما أن الأمثلة تشرح بشكل أفضل ربما أفضل مني حسنا لو قلت بأن سالب سبعة ناقص ثلاثة نتحرك ثلاث خطوطا إلى اليسار من العدد سالب سبعة ليكون الناتج سالب عشرة صحيح هذا منطقي لأن سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة لأننا تحركنا ثلاث خطوط إدافية إلى اليمين من السبعة إذا تحركنا سبعة خطوط إلى يسار الصفر ومن ثم ثلاث خطوط أخرى فسنصل إلى سالب عشرة يشب أن نتدرب أكثر حسنا ثلاثة ناقص سالب ثلاثة الإشارتين السالبتين تلغيان بعضهما ليصبح ثلاثة ويساوي ستة ماذا يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة هذا السهل يساوي الصفر فقط صفر ماذا يساوي سالب ثلاثة ناقص ثلاثة سوف نحصل على ثلاثة أقل من سالب ثلاثة إذا سالب ستة ماذا يساوي سالب ثلاثة ناقص سالب ثلاثة حسنا الإشارة السالبة تلغي بعضها إذن لدينا سالب ثلاثة زائد ثلاثة وهو إذا تحركنا ثلاث خطوات إلى اليمين من السالب ثلاثة سنصل إلى الصفر وهذا منطقي لأننا يمكن أن نكتبه مجدداً سالب ثلاثة ناقص السالب ثلاثة وهو صفر كون أن الإشارات السالبة تلغي بعضها إذن سالب ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي صفر لنقم بمزيد من المسائل مثلاً اثنى عشر ناقص ثلاثة عشر وهذه سهلة جداً اثنى عشر ناقص اثنى عشر يساوي صفر بينما اثنى عشر ناقص ثلاثة عشر يساوي سالب واحد لنقم بثمانية ناقص خمسة وهذه مسألة عادية تساوي ثلاثة لكن ما نتيجة خمسة ناقص ثمانية حسناً سنتحرك ثمان خطوات إلى اليسار من الخمسة ليكون الناتج ناقص ثلاثة يمكنني رسم خط الأعداد هنا إذا كان هذا الصفر وهذه خمسة وتحركنا ثماني خطوات إلى اليسار فإننا نصل إلى ناقص ثلاثة يمكنكم فعل ذلك على خط الأعداد في الحقيقة لكافة هذه المسائل وأنصح أن تقوموا بحل عدد كبير من مسائل على هذا الشكل فيمكن أن تجدوا مسائل أجمل بكثير أو يمكنكم أن تجربوا واحدات والأخرى سأذهب الآن لتسجيل دروس أخرى وأتمنى أن تستمتعوا بجمع وطرح الأعداد السالبة شكرا لكم وإلى اللقاء